حول الموضوع معنا عبر الأقماس تنعية من بغداد الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي العراقي أهلا بك دكتور إحسان مساء الخير إذن الرئيس الوزراء سيد العبادي يمثل لمطالب العراقيين لبعض المطالب أقال عدد كبير من مسؤولين في وزارة الكهرباء كانت هناك مطالب أقوى وسقف المطالب ربما أصبح أعلى خلال الأيام القليلة الماضية عندما طالبوا بإلغاء الدستور طالبوا ببعض المطالب التي ربما ليست في يد رئيس الوزراء لكن هل هذه الإجراءات الآن التي قام بها سيد العبادي يمكن أن تؤدي لإحتواء الشارع ولو قليلا مساء المسرات سيدتي أنا أمضي مع أن هذه الإجراءات التي اتخذها الدكتور حيدر العبادي سواء على مستوى متعلقة بالخدمات الخدماتية وأيضا فيما يرتبط بمحاربة الفساد تعيد الثقة إلى حد كبير بالحكومة وإجراءاتها لكنها لا تغطي كل المطالب على اعتبار أن بعض المطالب الآن انتقلت من إطارها الخدمي إلى إطارات أخرى هنا نتحدث عن شكل النظام وجوهر النظام السياسي أيضا عملية الإصطاحات في السلطات الأخرى البرلمانية وحتى القضايا هذه لا يملكها الدكتور حيدر العبادي وبكل الأحوال هذا الأمر رهن للخارطة السياسية القادمة كحكومة كبرلمان وأيضا كسلطة قضائية لكن طبيعة الإشارات التي ترد لنا كمراقبين تدلل على أن هناك قبولا بطبيعة التعاطي الإيجابي من قبل الدكتور حيدر العبادي مع مطالب المتظاهرين نعم طيب المطالب التي لم يتم ربما قبولها أو تمتثل لها الحكومة أو من الصعب أن تمتثل لها الحكومة إذا ما تم تطبيقها إلى أين يمكن أن تقول الأمور هذا إلى أين يمكن أن يأخذ الشارع العراقي أنا أعتقد أن الشارع العراقي الآن متحفز وضاغط بشكل كبير ليس على حكومة الدكتور حيدر العبادي تحرك وفق إمكانياته المالية المادية وأيضا وفق صلاحياته الدستورية لكن الشارع متحفز وهو خطوة بالاتجاه الصحيح أن يضغط على قوى سياسية قادمة تضع برنامجا حكوميا وهذا بكل الأحوال يلقي الكرة وينقلها من ملعب رئيس الحكومة الحالي الدكتور حيدر العبادي إلى الحكومة القادمة ولذلك إذا لم تستجب الحكومة القادمة والطبق السياسي القادم لهذه البطالب هنا لا أتحدث يعني ليس شرطا أن يتم سقاط الدستور أو أن يحول النظام السياسي من البرلماني إلى الرئاسي لأن المشكلة في الطبق السياسي وليس في طبيعة النظام الطبق السياسي هي المسؤول عن الإخفاقات الأهم في الموضوع وفي جوهر السؤال إذا لم تلتزم الحكومة القادمة على أقل تقدير وفق أولوياتها الخدماتية فأنا أعتقد أن قضية اتساع التظاهرات ومن ثم المطالبة بإسقاط الحكومة القادمة سيكون أمرا واردا وذلك المسؤولية الآن باتجاه القوى السياسية بالتحديد التي ستشكل الحكومة دكتور إحسان هناك نقطة أخرى أيضا نعلم بأن الشرع العراقي لم يتعافى كليا من وجود فلول داعش في بعض المناطق وعشنا ذلك قبل أيام فقط من الهجمات التي قام بها التنظيم ما احتماليات ربما دخول هذه الفلول ما بين تظاهرات تخريب ربما مشروعية هذه التظاهرات وتخريب هذه التظاهرات أنا بتصور أن داعش لا زال يتحين الفرص وخصوصا أن داعش نفذت من خلال أزمات سياسية فساد لكن أتصور بأن داعش يستهدف هذه التظاهرات على أقل تقدير في قضية التفجيرات وليس في قضية حرف هذه التظاهرات عن مسارها لا أتصور بأن لدى داعش إمكانية لحرف هذه التظاهرات عن مسارها لأنها إذا ما نظرنا إليها على أقل تقدير هي في الوسط والجنوب هناك إمكانية لعزل أي عنصر يحاول أن يدفع هذه التظاهرات إلى الزاوية الحرجة أو نقطة اللاعودة أو حتى الاصطدام مع القوات الأمنية التظاهرات إلى حد هذه اللحظة ابتعدت على مستوى الأسابيع القادمة الآن ابتعدت عن الصدام مع القوات الأمنية وهناك تعاون لذلك إمكانية داعش أن ينفذ إلى هذه التظاهرات وحرف مسارها أمر غير وارد لكن أتصور بأن داعش يمكن أن يدفع باتجاه القيام بعمليات إرهابية ضد أي ساحة من ساحات التظاهر أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز تفكير سياسي العراقي